نتكلم عن الجانب القانوني مع الأستاذة سالي الكومي أستاذ سالي إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا دكتور عمر؟ إزاي الصح؟ إحنا دلوقتي طبعا إحنا كنا عايزين نتكلم مع حضرتك في حاجة تكون ألطف وأحسن من كده لكن خلينا نقول القانون بيجرم جريمة الابتزاز إيه هي جريمة الابتزاز في القانون؟ القانون فرق ما بين أنواع الابتزاز جريمة الابتزاز في القانون هي بمنطقة وبساطة هي جريمة التهديد والتهديد دوت بيبقى مصاحب بأمر أو شرط أو غير مصاحب بأمر أو شرط بمعنى إنه ممكن واحد بيهدد حد عشان بيهدده يعني مجرد تهديد أو بيهدده عشان ياخد منه مقابل مادة أو مقابل معنوي قانون العقوبات جرم الفعل بتاع الابتزاز أو التهديد المصاحب لأمر أو شرط إذا كان في حالة طلب المقابل بأشغال الشقة المؤبدة ولو كان التهديد ده بدون مقابل فبيتم تخفيض العقوبة إلى حبس والعقوبة دي من العقوبات المشددة المؤبدة ده نوع من أنواع العقوبات المشددة اللي هي ضخمة طبعا طبعا طيب يعني مع التطور ابتدى قانون الجرائم الإلكترونية مص كمان على نوع تاني من أنواع الابتزاز وهو الابتزاز الإلكتروني زي للأسف اللي حصل في الحادثة اللي احنا بنتكلم عنها في الحلقة أن هي شخص بياخد صور بتاعت حد يركب عليها صور أو يسرق صور شخص ويهدده أن هو هيفضحه بيها أو مقاطع فيديو أو أي حاجة من الحاجات دي وفي الحالة دي القانون برضو حطي لنا بعض العقوبات من ضمنها الحبس والغرامات طيب أنا عايزة سأل سؤال مهم في هذا السياق دايما عشان تبقى فيه جريمة لازم يبقى فيه جانب مادي إيه الجانب المدي اللي موجود في جريمة الابتزاز لازم يبقى فيه تهديد كتابي لازم يبقى فيه تهديد كتابي فيبقى احنا لازم نقول للناس أن أي حد بيتم ابتزازه لازم يكون معاه وثيقة عشان يستطيع أنه يدفع عن نفسه الابتزاز مظبوط إيه أكد يعني تفضلي التهديد الالكتروني ممكن يبقى كتابي وممكن يبقى شافهي زي رسائل صوتية مثلا على الواتساب أو على أي وسيلة التواصل الاجتماعية دي كمان بتمثل جانب مادي في مسألة الابتزاز الابتزاز الالكتروني نعم يعني الجزء الصوتي ده كذلك يصلح أن يكون وثيقة في الابتزاز الالكتروني مظبوط ده شيء مهم جدا جدا إيه الشخص اللي بيتم ابتزازه من ناحية القانونية إيه أهم تصرف المفروض يعمله وخاصة لو كان الابتزاز الابتزاز الالكتروني طيب إحنا طبعا كان في حملات توعية الفترة اللي فاتت كتير جدا بالنسبة لمشاركة الصور أو إن إحنا نعمل إجراءات وقائية أو نعمل اللي هي الخطوات الآمنة للاحتفاظ بالصور أو المقاطع الفيديو أو الحاجات الشخصية وإحنا ما نشاركهاش مع أي حد ما نعرفوش وإن دايما نبقى عاملين كلمات مرور مشددة والكلام ده كله طيب لو في حد تعرض لجريمة ابتزاز الالكتروني إحنا دلوقتي طبعا مع التطور والجهات كلها بصراحة مساعدة جدا في الموضوع ده بقى فيه هوتلاين أو رقم ساخن للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الالكتروني يعني لو فيه أي فتاة سيدة بتتعرض لأي شكل من أشكال الابتزاز الالكتروني وعندها الإثبات اللي هو الركن المادي فهي ممكن تقدم بلاغ في الشرطة أو تكلم الرقم الساخن المخصص لبلاغ عن جرائم الابتزاز الالكتروني أنا شكل لحضاك جدا جدا أستاذة سالي على هذه المعلومات المهمة اللي بتبين أن الابتزاز ما أصبحش حاجة فيها هذه القوة اللي تمنعنا من أن احنا نمارس كل حقوقنا ولم تنع عن الاستجابة لهذا الابتزاز بأي صورة من الصور اشتركوا في القناة